أدت أزمة المحروقات في العاصمة السورية دمشق وريفها إلى الإضرار بقطاع الأفران والمخابز كما تسببت في إغلاق عدد منها بسبب عدم القدرة أعلى الاستمرار وضفت مصادر محلية أن سعر لتر المازوت غير المدعوم وصل في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري إلى ما يعادل ثلاث دولارات تقريبا في ظل أزمة شح المحروقات التي طفت على السطح الشهر الماضي من عكس سلبا على كل المدن التي باتت شبهة خالية من السيارات والمرة وفق ما أعلنته المصادر محلية في العاصمة دمشق وحلب كبرى مدن الشمال السوري من عمان ينضم إلينا عبدالله زيزان البحث في مركز أميال للبحوث والدراسات الاستراتيجية أهلا بك معنا أستاذ عبدالله السؤال لماذا وصلت المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري إلى هذه الأزمة نحن لا نتحدث فقط عن أزمة محروقات نتحدث عن الناس لا يذهبون إلى عملهم نتحدث عن أزمة في رغيف الخبز حتى بسم الله الرحمن الرحيم وبداية نترحم الأرواح شهداء الثورة السورية في الواقع النظام السوري بات يعاني بشكل أكبر في الفترة الأخيرة بعدما خسر أكبر حليفين وهما إيران وروسيا خسرهما من ناحية الاقتصادية إيران تعاني معاناة شديدة في الفترة الأخيرة خاصة ما بعد مقتل مهسى أميني في منتصف سبتمبر تقريبا الآن ثلاثة أشهر من الاحتجاجات في إيران أثرت بشكل مباشر على تزويد النظام السوري سواء من الناحية النقدية أو حتى من ناحية المحلوقات كان هناك شحنات من المحلوقات ترسل للنظام السوري بالإضافة إلى الأموال التي كانت تصل إلى النظام السوري من خلال إيران أيضا إذا ذهبنا إلى روسيا الحليف الأساسي للنظام السوري والدعم الرئيسي والذي أبقى النظام السوري حتى هذه اللحظة صامدا وهي روسيا روسيا تعاني منذ بداية الحرب الأوكرانية في إشباط الماضي تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة تعاني من مشاكل اجتماعية أيضا كبيرة لذلك حينما خسر النظام السوري أكبر حليفين وأكبر داعمين له وهو النظام الإيراني وروسيا بات يعاني بشكل مباشر والآن الأحديث يتحدث عن أكبر من ذلك بكثير أسوشييت دي بريس قالت أن روسيا رفضت إعطاء قرض للبنك المركزي السوري ما يعني ذلك أن 2.3 مليون موظف سوري ربما سيفقدوا وظائفهم أو لن يستطيعوا من استلام رواتبهم بعد أقل من ثلاثة أشهر من الآن إن صحت تلك الرواية فنحن مقبلون أمام أزمة كبيرة وكبيرة جدا ستطال هذه المرة الموالين للنظام السوري نعم كيف سينعكس ذلك على الموالين يعني ستطال هذه الأزمة الموالين للنظام كيف سينعكس هذا على النظام السوري من هو المسؤول بداية أخلاقيا على هذه الأزمة وإلى أين تذهب الأمور يعني النظام السوري كان يفتقد بالأساس إلى الحاضنة الشعبية حتى من هم موجودون ضمن مناطق النظام ليسوا من الحاضن الشعبية للنظام السوري هناك الكثير ممن اضطروا للبقاء تحت قبضة النظام السوري لأنهم لا يريدون أن يغادروا بيوتهم لا يريدون أن يغادروا مناطقهم أما المواليين للنظام السوري باتوا الآن يشعرون بالخطر الآن حتى المواليين للنظام السوري سيفتقدون للغاز سيفتقدون للمحروقات سيفتقدون للخبز المادة الأساسية التي لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدونها إذن سيكون هناك ضغط كبير من قبل هؤلاء الموالون. وبالتالي الحاضنة الشعبية للنظام السوري بدأت الآن تتفكك. بدأت الآن تنهار. سمعنا عن الأحداث الأخيرة التي وقعت في السويداء. ذات الأغلبية الدرزية. التي فترة من الفترات حسبت لصالح النظام السوري. لكنها انتفضت وأعلنت بإسقاط النظام. رفعت من مطالبها بشكل كبير جدا. مزقت صور بشار الأسد. إذن الحاضنة الشعبية للنظام السوري المتمثلة. أساسا بالموليين. والتي هي من بعض المكونات العرقية والدينية في سوريا. باتت الآن ترفض ذلك النظام وتنتفض في وجهه. وهذا سيشير إلى أن ذلك النظام لا يستطيع أن يستمر لفترة طويلة. نعم. وهناك أيضا دعوات للضراب والمظاهرات في المناطق الخاضية. عالية لنظام السوري. سواء في دمشق أو في غيرها من المدن. شكرا جزيلا لك عبدالله زيزان الباحث في مركز أمية للبحوث ودراسات الاستراتيجية. كنت معنا من عمان.